لوس رايس ده الأورو بنت كواترو هكذا عنوانة الصحف الأسبانية تتويج المنتخب الأسباني وعلنوهم ملوك اليورو 24 بس سيبك من الألوان و سيبك من الجنسيات و سيبك من أسماء المنتخبات بشوف أنه انتصار أو فوز إسبانيا هو انتصار للكرة الممتعة انتصار للمواهبة والمهارة على حساب الأسماء والكرة التقليدية الكلاسيكية انتصار للمتعة انتصار لكل عشاء كرة القدم في العالم اللي أعتقد جزء كبير جدا منهم كان متعاطف وكان بيشجع منتخب إسبانيا مش بس في مباراة النهائي لكن كمان من بداية البطولة ودي حاجة أعتقد اشتركت فيها أنا وضيفي النهاردة كريم سعيد اللي بشرفني في سادسة في تشجيع إسبانيا ومسندتها لغاية محاقة اللقب أعتقد كتابة صدمة الحقيقة كبيرة جدا أنه منتخب اللي قدم الأداء الرائع ده كريم ما يفص باللقب والبطولة مساء الخير وأهنا وسهلا بك أولا مساء الخير يا أحمد مساء الخير لكل منتابعي قناة نادر أهلي ومؤتفق جدا جدا معاك كل أمانة أسبانيا منذ بداية البطولة كانت هي المنتخب الأفضل المنتخب الأكثر سباتا على الأداء المنتخب الأمتع في المنتخبات كلها المنتخب الإنجليزي مش عايز يعني أقاصي عليه ولكن هو يملك أقوى سكواد أقوى قايمة نشوفها ممكن نشوفها الإنجلترا في السنوات الأخيرة في تاريخ إنجلترا كلها كل أمانة المنتخب يصل لي الفاينال يورو للمرة التانية على التوالي أزمتهم كتواضحة جدا 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 في جارس ساوز جيت الأزمة دي هم عارفينها والإعلام الإنجليزي تكلم عليه كتير وفي وجهة نظريه هو جالس ساوز جيت عنده أعتقد عنده مشكلة مع أسلوب لعب جوارديولا مع السيتي ويورجين كلوب مع ليفر بول فهو حب إنه هو يبدع طريقة لنفسه في وجهة نظريه هو لو كان عمل زي أو الله هو لو كان عمل زي كد حسن شحيته مثلا في فاينال 6 لما عمل يعني كوبيينج وبيستينج لطريقة جوزيه مع الأهل ساعتها باللعيبة بكل شيء خلاص ليه إنه هم متعودين أنا بقى عايز أحط التاتش وعايز أحط اللمسة بتاعتي في المباراة وحتى هنتكلم عليها يعني بس أنا أشوف واتفق جدا جدا معاك المنتخب الأسباني وطبع لازم يعني برضو نوجه التحية ديلافوينتي بصراحة من المدير فني كسب يا جماعة أوروبا مع منتخب تحت 19 وكسب أوروبا مع منتخب تحت 21 خدمي داليا برونزية في توكيو 2020 وبنفس اللعيبة بنفس المجموعة خبيهم اليورو الكبار فطبعا إنجاز تاريخي ما أعتقدش حصى في التاريخ أبريكاتي اللي بتقدموا إسبانيا ده ظاهرة بكل ما تعنيه الكلمة من معين لأنه هي مش قصة نهائي وقصة التتويج على حساب إنجلترا لكن لما تبص على مشوار إسبانيا في البطولة كمان تلاقي إنها وجهة كبار أوروبا كلهم يعني على عكس من إنجلترا اللي كان مشوارها أو طريقها مفروش بالورود زي ما بيقولوا ما فيش أسهل من كده عشان توصل للنهائي إسبانيا وجهت كرواتيا وجهت إيطاليا وجهت ألمانيا وجهت فرنسا ثم وصلت للمباراة النهائية وجهت في إنجلترا فتقريبا ما فيش منتخب كبير في أوروبا يعني ممكن أقول هولندا هو المنتخب الوحيد أو بلجيكا مثلا أو البرتغال دول المنتخبات اللي كان فاضل بس أتعدي عليهم عشان تقول أنا أستحق فعلا أنا أكون ملوك أوروبا أسوأ حالات صحية فالحقيقة الظاهرة دي تفسيرك لها إيه تاني هي بتثبت المنتخب الأكثر استعدادا للبطولة المنتخب الأكثر ثباتا في المستوى أنا بقول لك برضو يا أحمد المجموعة دي بتلعب مع بعض يعني دي لفوين تيواخدهم من هم عندهم 18 سنة يعني أغلبية طبعا بعيدة عن لمين يمال يعني بتتكلم على فعلا يعني الطالب أول سنوي بيلعب بياخد يورو يعني فالبطولة المجموعة كلها بتلعب مع بعض حاليا بقالهم حوالي من 5-6 سنين فأنت بتتكلم سيكبير من الفنيات أنت بتتكلم على ثقة وعندهم يعني شخصية في الملعب بطريقة فزع جدا حتى إيفل لما داني كارفغال غاب عن مباراة فرنسا نزل نفس خسوس نفس أنا حتى كنت بقول في البداية يعني فماتش مبارح على سبيل المثال ومش بس ماتش مبارح حتى في مباراة فرنسا انت بتواجه واحد من أقوى خطوط الهجوم مبارح هاري كين مع فيل فادن مع ساكا ومن وراهم بيلنجهام بتلعبهم بلعيبة تقريبا نصهم مخلصين كورة يعني لابورت ناتشو قبلين لنورمو لعيب مع كامل احترام يعني محدش كان يسمع اسمه قبل البطولة مع كوكوريا المتواضع ما هوش يعني زهير أيصر عالمي بس مع المنتخب أداء مختلف عن الميدي معاك بس انت بتواجه أفضل أو أقوى خط هجوم صح بس عايزة انا كنت عايزة اتكلمك في الحتة دي ان طبعا جالس او اسجيت عمل كارثة فنية في مبارحة كل كارثة فنية انا مش قادر اسميها غير كده وبيباريك قديين هو جوه قرارة نفسه رجل عنيد وانسان لا يؤمن غير بأفكاره وبطريقته الشخصية قبل المباراة دي لما كنا نتكلم على تحليل الفاينل اي حد شايف أداء منتخب أسبانيا واصلوب اللعب هو قريب قريب من اسلوب تيكي تاكا برشلونة وتيكي تاكا جورديولا مع السيتي قريب فالأبتلعب بنفس الستايف استحواز ضغط واحدة مثلا من التاكتكس اللي أسبانيا عملت أعملها من بداية البطولة والناس كلها شايفاها بس ما حاش عايف يوقفها هي دي لفوا انت بيوقف اتنين اتنين الجناحات بيوقفهم وضهرهم بضهرهم يا احمد على مشارف منطقة جزائم ونافس وبيخلي فيه اتنين قدامهم جايين من خط الوسط بيسند عليه الاتنين بصين لبعض اه ومين لي بيختارك لعيف خط الوسط مش المهاجم شفناك تيلك جدا جدا مبارح وعملها أولمو مبارح عملها كذا مرة وانفرض وكان هيجيبك اكثر من هدف بنفس الطريقة طيب انت شفت اداء منتخب اسبانيا وبتحضى لمبارحة الفاين الف به الف به السكواب بتاعك القايمة اللي انت تختارها المبارحة النهائية هاريكين برا الف به اول حاجة هنقولها هاريكين اوت ده مش متشك تعدك ليه لان المبارحة منتخب اسبانيا لما يكون معاك مهاجم صريح فارع في الطول وبطيء في الحركة هو اوتوف جيم مهما تظن ان هو يعمل لك بشخصيته بتزديداته مش عارف بايه دي كلها حاجات امور استثنائية مفيش قاعدة ليه انه هتحصل طب الطبيعة تعمل ايه معاك واحد برا اسمه بالمر بالمر طبعا من ايام ما كان مع السيتي اللي بتفاجع دول انجليزي طبعا وابدع وين تشر فيه واحد من افضل اللي عيبت انجلترا بسرعة نعم والبالمر كمان مستو ان هو بيلعب سي اف يعني بيلعب الفولتس ناين بشكل كويس جدا واحد زي ده ببساطة اهو اللي يبدأ بيه زي بالزب عارفك ليه انجلتي بكل امانة ربنا بيوفقوا في مباريات الناس تقول لك ايه نعم ملعبش اه هو بيلعب بطريقة معينة بس هو جنب شخصيته وجنب كبرياءه على جنب هو خد القرار الفني اللي يفيد الفريق هروح لعب السيتي في الاتحاد امشه بمهاجم صريح انا هعتمد على اثنين على الطرف والريال مدريد هيدافع مائة وعشرين ديئة ولا كرامة ولا بتاع صحيح